مدرسة ميدلينكتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات فهمتم السورة؟ موسيقى أهلا بكم أيها التلاميذ في مأوى ميدلينكتون للفراشات الملكية إنه ملجأ آمن لملكة الحشرات حول العالم الفراشة الملكية سنشهد اليوم الدورة الكاملة لحياة الفراشة من اليرقة لحين تفتح أجنحتها الخلابة موسيقى إن أخذت برأي يبدو لي كقفص كبير لماذا ترغب أي فراشة بأن تحبس هنا؟ لديها الكثير من القصب لتأكل كما أنها بعيدة عن مفتريسيها في الطبيعة كالطيور والفئران أوه أحب الفراشات حين تكونوا ضدنا قز صغيرة وناعمة أشعر برغبة في احتضانها وأخذها معي إلى المنزل ولكن أبي سيرشها بالمبيدات السامة بالتأكيد المبيدات؟ لا تنغش بجمال الفراشة الملكية فلونها البرتقالي يعني أنها تحوي مادة سامة تقتل الطيور التي تأكلها هذا غير صحيح يجب أن تكون الحشرات طالقة كغيرها لا يجب سجنها رغما عنها كالمساجين هل تنظرين إلي؟ هل تنظرين إلي؟ كم مضى على احتجازك هنا؟ منذ أن نولد أي منذ ستة أسابيع هذا فضيع جدا ليس الوضع سيئا لهذه الدرجة لقد ولدنا هنا بل ترارعنا هنا هذا كل ما عرفناه في حياتنا هذا ليس عملا صائبا يجب أن تكون الفراشات حرة لتختبر العالم الخارجي وما هو العالم الخارجي؟ أوه هذا كثير هل تستمتعين كريبي؟ طبعا أستمتع إذا كنت تظن أن رؤية الآخرين مسجونين رغما عنهم أمر ممتع آه هذا غريب تبدو سعيدة بالنسبة لي سعيدة؟ هل قلت سعيدة؟ إنها لا تعرف معنى هذه الكلمة لن أمضي المزيد من الوقت أشاهدها وهي تتعذب أخبرني سيد بنتلي هل تعرف إلى أين تتجه الآن ساكريتشر مسرعة هكذا؟ آه أظنها نسيت شيئا في الحافلة هذا يدغدغني ما الذي يزعج أكبر حشراتي؟ آه لا أستطيع التوقف عن التفكير في تلك الفراشات المسكينة تعيسة المسجونة هناك هل اشتكت وقالت إنها تعيسة عزيزتي؟ هذا أسوأ ما في الأمر فهي لا تعرف ماذا يفوتها السماء وفرصة الهجرة إنها تستحق الحرية شأنها شأن سائر الحشرات وأنا سأمنحها حريتها يبدو أن شيئا مضحكا سيحدث بولي فلنسميها عملية تحرير الفراشات الملكية مهمة إنقاذ سرية؟ أنا موافق وأنا عيدا وأنا عيدا مساء الخير أيها العاملان بي وأن مهمتنا محفوفة بالخطر قد يمسكوا بنا قد نتعرض للمشاكل إذا سأعود إلى المنزل؟ نتعيضا نتعيضا هل ستتركاني تلك الحشرات المسكينة تتعفن خلف القطبان؟ ماذا فعلت لتستحق هذا؟ علينا أن نساعدها حسنا سأعطيكم طعام لمدة أسبوع أقنعتني سأبقى نعم نعم لننقذها ع 1996 عده 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 يجنش عده وصباح ايه روكي ما هذا؟ إنه عنكبوت كبير لا إنها فتاة الحشرات انتباه إلى الفراشات المعتقلة الليلة ستتحررون استمتعوا وافعلوا ما تشاءون كنا نفعل ما نشاء كنا نيام أيقظتنا ماذا تفعلين هنا؟ تبدأ الزيارات في الساعة العاشرة من صباح الغد لم آتي للزيارة جئت لأخرجكم من هذا المكان يبدو أنها تمضي وقتا ممتعا هنا طعم مجاني طعم مجاني أنتما لا تساعدان حسنا سوف ألجأ إلى طريقة أخرى أتذكرون العالم الخارجي الذي حدثتكم عنه؟ نعم وماذا في ذلك؟ إذن إنه موجود في الخارج ألا تعرفون ماذا يفوتكم؟ ألا تريدون أن تطيروا إلى المكسيك؟ وتأكلون قصب الحليب المختلف عما تتناولوه هنا؟ كل ما عليكم أن تفعلوه هو أن تخرجوا من هذه النافذة لا أدري الوقت متأخر أوه يا مكسي لقد تكبدت كل هذا العناق ولما لا نجرب؟ بالطبع لما لا لنخرج ونرى كيف يبدو هذا العالم الخارجي أشعري بحرياتك أيتها الفراشات إنها لحظة جميلة ومؤثرة ألس تكونوا بخير في الخارج؟ قد تكونوا في طريقها إلى المكسيك الآن تبحثوا عن موطن لتعششا فيه ياذا ليس عدلاً اهدوا يا أولاد الآن لقد بدأت الأخبار تحرصوا على أن تحضروا العائلة كلها إلى معرض ميدلينكتون للأزهار استمتعوا بالطعام وامرحوا جميعاً هذا جميل لنذهب الآن هيا بنا وردنا الآن أن عدداً هائلاً من الفراشات تحوم في البلدة تقول الشركة إنها هربت من مأوى الفراشات الملكية بسبب وقوع حادث ما أه كانت فتاة الحشرات منحقة هذا المكان جميل نعم انظروا إلى كل هذه الأزهار أنا أشعر بالجوة آه انظروا إلى هذه الفراشات الجميلة أهلاً بكم ها هو العرض التالي إيا له من معرض رائع مصنوع من هذه النباتات الجميلة هذا مقرف إنها ليست طبيعية آه آه أين ذهب الجميع آه وحش آه أعفوان عجار شاب وسيل الفراشات في كل مكان أرجوكم ساعدوني آه يا أصحاب قد نجد القصبة اللذيذة هنا آه ها 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 هاتسمي هذا لذيضاً عدث مروع ثم تحجد من الفراشات تهاجم كل شيء بالطبع أنتم ترون ذلك إلا الشعر كل شيء إلا الشعر من الأفضل أن نعيدها إلى الماء وقبل أن تتسبب بالأذى لأحد لا توجد شبكة صيد كبيرة كفاية للإمساك بها نات يساعدك نات يساعدك بعد أن أتناول وجبة خفيفة شكرا جزيلا نات مهلا أنا لدي فكرة هاي أحتاج إلى هذه الخردة أعني هل تعيروني سيارتك؟ تفضلي كلها لكي تريبي ماذا تفعلين؟ اتبعني باج ماذا؟ معي قصب احصل على القصب الطازج هيا ما كان يجب أن ألبس هذه الورو القصب الكثير من القصب إنه أمر رائع لا قد عدنا كانت تجربة رائعة ولكن ما من مكان أفضل من المنزل حسنا لا داعي لقولي شيء أنا سأتحدث كان علي أن أهتم بشؤوني الخاصة وأخيرا الفراشات تشعر بالسعادة هذا مريح جدا ما هذا؟ هذا ليس عدلا يجب أن تكون الأفعي حرة كسائر الحيوانات لا يجب أن تحبسها في أقفاص آه غير معقول أنا لا يمكنني أن أفهم لما لا نعطي الحرية للحيوانات بل نحبسهم في أقفاص في كل خريف الفراشات الملكة تهاجر ألاف الأميال لتجد الغابات التي سبقها إليها أجدادها وأهلها الشتاء الفائد إنه لغز هجرة الفراشات الملكة مذهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر